في اليوم السابع نقرأ وزير الري نتاجه حالياً للمياه الجوفية وتحلية ماء البحر احتفلت كلية الهندسة جماعة القاهرة بمرور 200 سنة على إنشاء الكلية من خلال المؤتمر العلمي الأول لقسم الري والهايدروليكا بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري ودكتور جابر نصار رئيس جماعة القاهرة والدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة ومحمد رسلان رئيس الشركة القاضية للمياه من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن مصر لديها محدودية في المياه وتم استخلاص بعض الحلول لمعالجة تلك المشكلات ومنها الاتجاه لتحلية مياه البحر والتوسع في برامج التوعية لاستخدام المياه الجوفية وكذلك برامج خارجية للتعاون مع دول حوض النيل وتعاون الجامعات والمراكز البحثية مع الوزارة وضح الوزير أن الدولة المصرية تحتاج في أظروف الحالية للحس الوطني الخاص مؤكداً بدعم أن هناك بعض العديد من التحديات الأساتذة لحل المشكلات كبيرة خلال الفترة الحالية وأن هناك استراتيجية لعام 2050 تتلخص في ترشيد وتنمية وتنقية وتهيئة وتهيئة المياه مؤكداً أنها ستتحول لخطة قومية للمياه تبدأ من 2017 حتى 2030 ترجمة نانسي قنقر